سلام الله عليكم متابعين في قناة مصر الآن قبل الفيديو لو سمحت اشترك في القناة لصلك أهم وآخر الأخبار نقل أحمد شبير نائب رئيس اتحاد الكرة إلى المستشفيات القريبة من مقر الاتحاد بعد شعور بوعقة صحية خلال اجتماع مجلس الجبلية وأجريت له أشعة مقطعية على القلب وغادر شبير مقر اتحاد الكرة قبل قليل برفقة سيف زاهر عضو المجلس ونقله الأخير لأحد المستشفيات المجورة للنادي الأهلي وكان المجلس قد عقد اجتماع صباح اليوم لمناقشة بعض الموضوعات الهامة أبرزها التعديلة التي تم إقرارها وإغاء بند الثمان سنوات من اللائحة على أن يتكون المجلس الجديد من رئيس ونائب ورئيس وتمن أعضاء بالإضافة إلى الاكتفاء بختم تفويضات الأندية لحضور الجمعيات العمومية للجبلية من مجالس إدارات الأندية دون الالتزام بالحصول على ختم اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة ويقال أن الكابتن شوير أصيب بارتفاع مفاجئ في ضغط التم ولا يزال شوير داخل المستشفى حتى الآن في نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية